هل الإفرازات التي تخرج من الحامل تنقض لضوء في قولين العلماء القول الأول أنها لا تنقض لضوء لأنها عبارة عن رشح على فرج المرأة وتكثر عند الحوامل وهي ليست ببول أو مذين أو مني في قول ثاني أنها تنقض لضوء وأختار القول الأول والدليل أقوى هل الحامل تحيض لا لا تحيض هل يقع الطلاق على الحامل نعم يقع وهذا قول الجمهور هل يجوز جماع الحامل نعم يجوز ما في أي دليل على النهي هل يجوز للحامل الصلاة وهي جالسة إذا ما استطعت الوقوف نهائيا فتصلي جالسة لقول النبي لعمران بن حسين صلي واقفا فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب هل الحامل في رمضان تصوم أم تفطر إذا استطاعت أن تصوم صامت وإذا عجزت أفطرت ما هو حكم تأجيل الحمل من أجل العمل جائز مع الكراهة الشديدة هل يجوز للحامل أن ترضع وليديا نعم يجوز ما في أي دليل على المنع زنى بأمرأة وأصبحت حامل هل يجوز الزواج منها الأحناف يجوزون بشروط منها أن تكون حاملة منه والجنين جنينه باعترافه واعترافها وما في أي منازع عليه وأن لا تكون متزوجة ماذا أفعل بمشيمة الحامل بعد الولاد ارميها يا أخي أفطرت برمضان لأنها حامل ماذا تفعل بعد مرور خمس سنوات فقط عليها القضاء قضاء الأيام التي أفطرتها بدون إطعام إذ لا دليل على الإطعام هل يجوز خبط المرأة المطلقة لا لأنه لسه بالعدة هل يجوز الأطحية ببقرة حامل نعم يجوز ما هو حكم تركيب اللولب لمنع الحمل موانع الحمل يا أخي فيها كراها إلا إذا دعت لذلك ضرورة هل صحيح أن رحم الحامل عليه ملك من الملائكة في صحيح البخاري قال النبي وكل الله بالرحم ملكة متى تنتهي عدة المرأة الحامل إذا وضعت حملها هل تصح صلاة الحامل إذا نزل عليها دم نعم صلاتها صحيحة لأن الدم النازل عليها دم علة وليس دم حيض هذا والله أعلم